قال الكاتب سلامون دي بابا أن المادتين الفرحيتين وهي رقم واحد وسبعة من المادة الثانية من مثاق الأمم المتحدة تنص على أن المنظمة تقوم على مبدأ المساوى في السيادة بين جميع أعضائها ويسمح مثاق الأمم المتحدة للأمم المتحدة بالتدخل في الأمور التي تقع أساساً ضمن الولاية القضائية المحلية لأي دولة عندما يسمح بذلك أعضاء معينون علاوة على ذلك حظي مبدأ عدم التدخل باعتراف رسمي من الأمم المتحدة عندما اعتمدت الجمعية العامة إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول في عام 1965 وتعتبر إثيوبيا عضواً مؤسساً في عصبة الأمة والأمم المتحدة ومنذ تأسيس المنظمة العالمية ساهمت بنشاط في تفويض الأمم المتحدة بضمان السلام والأمن في الدول الأعضاء من خلال نشر أفضل كتائبها المدربة من الحرس الملكي على حد سواء في شبه الجزيرة الكورية والكونغو وتبرز إثيوبيا اليوم باعتبارها ثاني أكبر مساهم في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا ويكفي أن نذكر هنا رواندا وبروندي وأبي ودارفور والصومال التي تقبع تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وعملاً بالحقوق المنصوص عليها في مثاق الأمم المتحدة المذكور أعلاه وغيرها من السكوك القانونية في القانون الدولي والعديد من الاتفاقيات أعلنت الحكومة الإثيوبية قبل حوالي شهر أن سبعاً من مسؤولي الأمم المتحدة بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم وأمرتهم بمغادرة البلاد كاشفة عن الانتهاكات التي ارتكبها هؤلاء الأفراد في انتهاك لقواعد السلوك المهني والمبادئ الدولية وقوانين البلاد ومن بين هذه الانتهاكات تحويل المساعدات الإنسانية إلى الجبهة الشعبية لتحرير تقراي الإرهابية وانتهاكات الترتيبات الأمنية المتفق عليها ونقل معدات الاتصال لاستخدامها من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تقراي الإرهابية كما واصل موظف الأمم المتحدة تحفظهم في المطالبة بعودة أكثر من 400 شاحنة كانت بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير تجراي الإرهابية والتي تستعملها للتعبئة العسكرية ونقل قواتها منذ تاموز أيوليو 2021 فضلا عن نشر معلومات مضللة وتسييس المساعدة الإنسانية وكان هذا الإجراء التي اتخذت الحكومة الإثيوبية مشروعا على الرغم من أن القرار صدم السيد أنتونيا جوتريتش الأمين العام للأمم المتحدة على الرغم من أن الأمين العام نفأ استلامه للخطابات وقد حذرت وزارة الخارجية الإثيوبية الأمم المتحدة مرتين وأبلغت الأمم المتحدة بشأن المعاملات الغير قانونية والتواصل بين مسؤوليها في إثيوبيا والجبهة الشعبية لتحرير تجراي الإرهابية التي تتسبب في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة قرار عام 1965 والمعايير القياسية لسلوك موظفي الأمم المتحدة في أي دولة عضوة والقوانين المعيارية لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية وقد أيد الأمين العام بشكل أعمى المسؤولين المطردين مشيرا إلى أن هذا الطرد الغير مسبوق يجب أن يكون مصدر قلق للجميع من حيث صلته بجوهر العلاقات بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء وتشير البيانات الواردة أعلى إلى المدى الذي عبر فيه الأمين العام عن عدم احترامه لدولة عضوة في الأمم المتحدة دون أي ندم في محاسبة مسؤوليه على ما فعله في انتهاك القانون الدولي وقواعد السلوك المعيارية بصفتهم موظفين في الأمم المتحدة وعدم اكتراثهم باحترام وسيادة القانون في إثيوبيا واختيارهم خدمة منظمة إرهابية خارج نطاق ولايتهم ما يمثل في الواقع خطرا مزدوجا ارتكبوه على بلد ظل مؤيدا قويا للأهداف السامية التي أسست الأمم المتحدة من أجله منذ أكثر من سبعين عاما وكان من المتوقع بصفتهم مسؤولين في الأمم المتحدة أن يلتزموا بقوانين الدولة المضيفة وعدم التقليل المطلق من قانون الدولة واحترام سيادتها أيضا وأظهر تصرفاتهم الرسمية والسرية بوضوح أنهم منحزون ضد حكومة إثيوبيا وفضلوا انتهاك القانون لدولة ذات سيادة راصخة الجذور ومتمركزة في كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ووفقا للمراقبين فإن الأمم المتحدة تتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا من خلال انتهاك المبادئ والاتفاقيات الدولية كما أشارت تقارير إعلامية إلى حقيقة أن التنظيم يهاجم أولئك الذين يحاولون انتقاد أفعاله في إثيوبيا وعلى الرغم من أن إثيوبيا قد اتخذت إجراءا قانونيا بأدلة كاملة لا جدال فيها فإن الأمم المتحدة والأمين العام لم يبدو أي اهتمام بمحاولة التحقيق الكامل في الأمر ولكنهم ببساطة شهدوا على أن عمل إثيوبيا كان غير قانوني ولأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عشر جلسات حول القضايا المتعلقة بإثيوبيا في محاولة لوضع قرارات يمكن أن تحابي السودان ومصر وكذلك جامعة الدول العربية في أمور لم يكن ينبغي طرحها من قبل الأمم المتحدة وهذا يعني أنه في حين أن لدى الأمم المتحدة أجندة أكثر إلحاحا مثل تغيير المناخ وكوفيد-19 والمشاكل المتعلقة بالفقر العالمي وعدم المساواة الاقتصادية بين الدول الأعضاء وتحاول الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كسب الوقت لإطالة أمد الحرب مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الإرهابية ليس رغبة حقيقية في استعادة السلام في إثيوبيا ولكن لتوفير مساحة لالتقاط الأنفاس ووقت لتجهيز الإرهابيين في الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الإرهابية حيث تلوح مؤامراتهم في الأفق ومن ناحية أخرى تعارض القوى الغربية ووسائل الإعلام الداعمة بشدة العلاقات الوثيقة بين إثيوبيا وإيريتريا والصومال لأنها تخشى القوى السياسية والاقتصادية المشتركة التي يمكن أن تولدها في موازنة التنافس على السلطة في القرن الأفريقي لصالح الدول الثلاث وشعوبها لذا فهم يبحثون عن كل جزء من المؤامر التي يمكنهم العثور عليها بما في ذلك الضغط في أرويقة مقر الأمم المتحدة لضقوط دبلوماسية واقتصادية إضافية على إثيوبيا ولقد تم الطلب من الأمم المتحدة ووكالتها أن تمارس القوى الكبرى مصالحها على الدول الأقل تقدما التي عادة ما يتم قمع أجندتها في الأمم المتحدة ويكفي أن نذكر التقرير الأخير حول انتشار الاختصاب على نطاق واسع من قبل موظفي منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي تم توثيق تقاريرهم جيدا في مكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ولم تتخذ منظمة الصحة العالمية أي إجراء حتى الآن لجعل موظفي الأمم المتحدة مسؤولين عن أفعالهم وأخيرا ترغب إثيوبيا والاتحاد الأفريقي ودول الأعضاء في رؤية هيئة أممية متوازنة ومنصفة وصادقة تعطي الأولوية لمصالح الدول الأقل نموا بدلا من أن تكون بمثابة بيدق للقوى الكبرى التي لا تهتم كثيرا بالسلام والأمن طالما أنه يتم خدمة المصالح الوطنية بشكل جيد